هنا فالاسلام واحد او الاسلام متعدد الجواب شوفوها احسنتم بعد بعد ان اتضحت تقولي اذا مقصودك الواقع فالواقع ما هو واحد اما اذا مقصودك فهم العلماء للناس او للآية او فهو واحد اللي هو متعدد ومن هنا جاءت نظريات ماذا بعد هي لا نتهم الحداثوين هذول ما يفهمون هذولا كذا هذولا قائلين بالنسبة لم لا يوجد احد منهم قائل بالنسبة عموما طبعا لا يوجد وانما هؤلاء يقولون ان افهام العلماء ماذا متعدد لان الواقع متعدد ولكن احن دعنا اتهمهم بماذا ها لان الواقع متعدد ما ادل قدرت اوصل المطلب للعزيز ومن هنا فالاسلام واحد لو الاسلام متعدد الجواب مو اسلام واحد بل هو اسلام متعدد اش قيد والله بعدد افهام العلماء اذا كانوا مجتهدين اذا كانوا المقلدين غوش ما عدنا شو بعدد افهامهم يتعدد ماذا يتعدد شنو يتعدد الاسلام التشيع واحد ان له متعدد لا هذا غير السابق التشيع الاخباري التشيع الكلامي لا اصولي ما عنده شغل بالتشيع لانه بحث كلام هو دا يتكلم في الفقه الاخباري يتكلم ماذا في العقائل التشيع الكلامي التشيع الفلسفي التشيع العرفاني انت يا تشيع بينك وبين الله اغلب يودي هاليوم انتو تروحون تسألون هذول الاغايون اللي تعرفونهم قل انت يا تشيع اذا اصلا عرف السؤال عرف السؤال مو يقدر يجاوم والله ام لا يعرف ولهذا انتو تجد بانه اساسا التشيع الذي يقوله افترض الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق غير التشيع الذي يقوله ماذا الشيخ المفيد واقعا غير التشيع الذي يقوله من هو تعبير لطيف هو تعبير اما القرامي في كتابها الاسلام الاسوي الاسيوي الاسلام الاسيوي هس ان شاء الله غدا اقف عنده شوفوا ماذا تقول هناك في مقدمة الكتاب هو اي لطيف في مقدمة الكتاب تقول فاي اسلام نريد ونعني حين نتحدث عن الاسلام الاسلام يقول كذا يا اسلام اسلام ابي ذر ام اسلام ابن سينة ام اسلام محيدين ابن عربي يا اسلام تقول الاسلام يقول اي شكل هذا يا اسلام طبعا بعد ما وديتك وين في البعد الاجتماعي هذا دي اتكلم في البعد المعرفي اسلام عربي لو اسلام شنو فارسي لو اسلام هندي لو اسلام اوروبي الان اكو دعوات في الغرب مولانا يقولون بانه الاسلام هناك لابد يختلف شنو عن اسلامكم ااسلام الاشاعر ام اسلام المتصوفة ام اسلام الظاهرية اي اسلام انا اضيف له امال قرامة اقول عندما دي يشكلون انه فلان خارج من التشيع وفلان داخل على التشيع اول اي اللي انت يا تشيع حتى نفتهم انا داخل له شنو اسازا انت اذا تتكلم لي على التشيع احفظوا هاي الجملة عنها والله اقولها لكم اذا كان التشيع اخباريا انا لا افتخر ان اكون شيعيا اخباريا والبعض اتصور بانه عندما بعض ما ادري كذا ان يكتبون مو شيعي كذا هذا التشيع اللي تقول انا لا افتخر به انا لا اريد ان اكون منه انا اعتقد ان التشيع ما هو شيء اخر خب سيدنا من يقول انت قولك حجة من يقول قولك شنو مطابق للواقع هو نفس السؤالة ما يريد عليكم منو قال ان قولك شنو للواقع تقول لي نحن والحجة قول جزاك الله خير تعال انه ما يجبس بميدان الحجة مولانا شو انا عدي حجة لو ما عندي حجة وانت عدك حجة لو ما عندك فاذا كلانا عد حجة فكل شنو بحسب حجتي واذا ما عدنا يقول شو انت حجتك باطن هو من قال لك باني انا اريد ان اكون ان يكون اسلامي اسلام ماذا او تشيعي تشيع ما هو اخباري حتى تخرجني بل جزاك الله الف خير هاي ما شرت انا اقدر اقولها بانه انا هذا التشيع ما اقبله بحمد الله تعالى بفتاواتكم انا شنو تميز خطي من ماذا من خطكم واشكرهم على ما فعل كونوا على ثقة اشكره لان التشيع الذي ديقولوه والمباني الذي ديقولوها انا اقبلها او لا اقبلها ولكنه هذا ليس معناه ان التشيع واحد متواطف بحسب الفهم والا بحسب الواقع شنو قد يكون واحدا هس اما متواطي واما مشكك هذا البحث عرضناه له فيما سبق ما ادري واضح صاح هذا البحث ان شاء الله شوية غد شوية نقف عنده حتى تعرفون انه بكرة لي يقول لي احد اذا هذه الفتوى انت قلتها عن المرأة هذا مخالف للاسلام هذا مخالف للتشيع الجواب هذا مخالف لاسلام للتشيع لو مخالف لفهمك وفهمك مولان حجة عليك وعلى من يقلدك لا حج على ماذا ها على من لا يقلدك في مثل هذه المسائل والحمد